السلام عليكم. اشنو كتعني الى كونطابل ايتي اناليتيك? الى كانت المحاسبة العامة كتهدم بالداخل في الداخل والخارجة من الشركة يعني السطحية. فالكونطا اناليتيك كتشوف العمق يعني كتهتم باي حاجة دخلت للشركة وكتعلم وكتعلم المسيرين دي الشركة بشحال تقام عليهم المنتج في كل مرحلة من مراحل الانتاج دياله. الى كيلو واحد دي المواد الاول يضاع كتعرف في المشا ووقتاش وكتعلم وكتعلم المسير حتى شنو الحاجات اللي خاصة ديال فيهم اعادة النظر باش يحسن من المرضو ديال الانتاج ولا ينقص من التكلفة. هي منفروضة على الشركة قانونيا لكن الاهمية ديالها بالنسبة للمسيرين ديال الشركة تخليها تفرض راسها. بالنسبة لك كطالب كي كل هدف رئيسي هو انك تعلم تحسب وتعرفش حالطه على الشركة بخدوي اكس. تمن باش كتبعو وهميش الربح ديالها فيه. نفس الليك اكتر باش تفهم زيان ويلي اعطيتك امثلة غايكون احسن بكتير. تخيل معي الشركة اللي كتصنع صندل او طرقات ديال الميكا كت اه كتسميها الناس اخرين. المهم باش نصنع هات الصندلة خستنا ندوزه من واحد المجموعة ديال المراحل. اول حاجة كنشر المواد الاولية من عند الفورنيسور واللي تدخل في الصناعة ديالات الصندلة. تانيا من بعد يعني من ما شرينا المواد الاولية غادي انتيوها نحطها في سطوك ديالنا في الشركة مع المواد الاولية شرينا من قبل مثلا في الشهر اللي فات. ثالثا الصندلة كتكون من جوج ديال اجدار السوميلة والتيج يعني الصرفقة ديال التحت والصمتة ديالها. يعني دون كنخرجو المواد الاولية من سطوك وكنتيوها اللي ورشة الاولى لا توليي واحد. باش نقدو هادوك الجوج مكونات يعني اننا كنقدو من توج غير مكتمل بخدوي السومي فيني. رابعا كناخدو هذا المنتوج غير مكتمل واللي في الحالة ديالنا كيعني ان الصندلة ما زال ما تجمعتش. وكندخل الورشة التانية اللي هو اتولي يجوج تمك كيتم جميع ديالو باش يعطينا منتوج نهائي بخدوي فيني. خامسا ما بعد ما كتعملت الصندلة ديالنا كنتدوز لمرحلة تزيين لاخير والتغليف فيني بلوس وفي الاخير كنحطوها في ستوك في انتظار البيع ديالها. تمان باش غادين بيع الات الصندلة خسنا ناخدو فيها بعيد الاعتبار تمان ديال المواد الاولية البلاستيك والسباغة زائد المصارف ديال النقل زائد ليل العاملة زائد عدد الساعات العمل في كل ورشة زائد تمان ديال التغليف زائد هام يشرب حجية الشريكة. يعني احنا باش نحطو تمان ديال بخدوي هذا. عدية كونتابريتي اناليتيك. تحية لكم. اشتركوا في القناة